في مجتمعاتنا العربية يحصل أن يتفق الأهل مع الأقرباء والمعارف على أن فلان لفلانا أو بنتكم لإبننا حتى لو ما زال الأطفال صغارا ربما لحفظ الثروة ضمن النطاق العائلة أو ربما للفرح بنسل الأطفال باستعجال زواجهم إحدى الأسر المصرية أرادت أن تعطي هذه المناسبة طابعا أكثر رسمية ففي كفر الشيخ قررت هذه الأسرة أن تخطب لإبنها فارس بالخمسة عشر عاما حبيبته ندى ذات الأربعة عشر عاما فارس لبس البدلة بدلة العريس أما ندى فارتدت فستانة سهرة صففت شعرها ووضعت الفول ميكاب ألا يوجد تلبيس شبكة في هذه الخطوبة وخواتم إلى آخره كيف لا ها هو فارس وهو يريد أن يلبس خطيبته المحبس بيدها اليمنى طبعا الشبكة بالمصري تشمل أساور قلادة خواتم وقد كلفته نحو ثلاثين ألف جنيه مصري أي حوالي ألف وسبعمائة دولار لم يشتريها له البابا ففارس كان يعمل مع والده في تجارة الخضار والفاكهة وكان يتدخر لتكوين جزء من هذا المبلغ طبعا ساعده والده في بقية المبلغ لشراء هذه الشبكة هل انتهت الأمسية هكذا؟ لا لم تنتهي الأمسية هكذا استأجر الأهل مركبا نيليا لإقامة حفل الخطوبة للعرائسين ها هم ندا وفارس يرقصان وحملها ودار بها ودار بها ودار بها أيضا وقيل له كفى ويسفق الأقارب والأصدقاء وفرحوا كثيرا لهذه الحركة انتشرت الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي وقالت عزة العشماوي أمين المجلس القومي للأمومة والطفولة رصدنا الواقع عن طريق خط نجدة الطفل ما حدث يعد انتهاكا صارخا لحقوق الطفل واتخذنا الإجراءات اللازمة قمنا بتوعية أسرة الطفلين بمخاطر الزواج المبكر وأخذنا تعاهدا بوقف أي إجراء لحين بلوغ الطفلين السن القانونية للزواج هاجم بعض المغردين أهالي الطفلين وطالبوا بمحاسبتهم بينما آخرون دافعوا عنهم لدينا نموذج من هذا ونموذج من ذاك عثمان نصيري يقول هذا وقد حضر الحفل السيد سبونج بوب وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية من قناة سبيستون فيما تخلف الكابتن ماجد لالتزامه بمونديال الأندية في الإمارات مازين عباس يرد يقول ألف مبروك بدل الترياءة لملهج داعي المفروض خطوات زي دي يتشجع عليها من الأهل طالما أن الأهل شايفين أن الإبن يشيل المسئولية والدة فارس وتدعى سهر أو سهير أعربت عن استغرابها من الجدل الذي أثير وغضب البعض تقول سهر والدة فارس تقول فارس صغير سنا لكنه كبير عقلا ما حدث حفل خطوبة عادي وعقد القران سيتم بعد بلوغهم السن القانونية وانتهاء الدراسة كل يوم عندنا في دسوق في كفر الشيخ بيتخطب أكثر من عشرين طفل زي فارس وأصغر منه وده طبيعي عندنا في الوقت ذاته نفت السيدة سهر أن يكون أحد من المجلس القومي للأمومة والطفولة قد تواصل مع الأسرة طيب أين فارس أين العريس عريس الزين يقول العريس فارس لن تصدق ندا أنني سأخطبها لكنني تكلمت مع والدي وقال لي أنت صغير فقلت له إنني أحبها ولن أتخلى عنها فوافق والدي ووالدتي وينضم إلي من القاهرة الدكتورة سمر يوسف سعفان مديرة الاتلاف المصري لحقوق الطفل مرحبا بك يا دكتورة طالما أنها خطوبة لن يكون هناك أي عرس لن يكون هناك أي دخول لن يكون هناك حمل ما هي المشكلة في أن يتم الخطوبة أو الـ arranged marriage كما يقولونه في الغرب أهلا وسهلا بحضرتك الحقيقة أنه لا في مشكلة في مشكلة اجتماعية في أن نحن مصرين نخرج الأطفال عن سن الطفولة 15 سنة العريس أو الولد و14 سنة البنت هم لسه أطفال لسه محتاجين يلعبوا لسه محتاجين يمروا بمشاعر المراهقة لسه محتاجين يتعلموا لسه محتاجين مشاعرهم تندج عاطفيا لسه محتاجين يمروا بمراحل الثقة وبناء الشخصية إحنا قدام مشكلتين الحياة المشكلة أولانية أن الأسرة شايفة أنه وهي يعني إحنا عندنا الأم قالت إحنا عندنا في السوق يحصل كده كتير فارس يحب ندى كيف يستطيع أن يكتمل هذا الحب بدون الزواج فارس يحب ندى دي مشاعر مراهقة لا تمط لي المشاعر الحقيقية التي تبني بيت بشكل حقيقي ودي مشكلة نفسية أو سلوكية يتكلم فيها كلها ده كادرة علم النفس في حاجة اسمها مشاعر مراهقة فارس اتقال حضرتك قلت في التقرير أنه هو ساهم في شراء الشبكة لأنه بيشتغل فإحنا قدام مشكلة عمالة أطفال تحت السن وقدام مشكلة زواج أو ارتباط تحت السن الحقيقة أن أنا أأكد أن الأم قالت أنه هم مش هتجوزوا غير عند 18 سنة أو عند السن القانوني أنا متأكدا أنها متعرش السن القانوني كام نتيجة للضغط الذي حصل في السوشيال ميديا فقالوا كده يعني لا نريد أن نستبق الأمور لكن تقول الأسرة أنها لن يكون هناك أي زواج من غير بلغهم السن القانونية ما المشكلة؟ ولكن إحنا مازلنا أمام أطفال الأطفال ممنوع مش بس هتكلم على القانون أنا بتكلم هنا عن السلوكيات الاجتماعية وعن التكوين النفسي للطفل لا يجوز هو لسه لتنين مشاعرهم لم تكتمل بعد الضجة اللي حصلة على السوشيال ميديا حصلة نتيجة أنه الأهل نفسهم هم نفسهم مكبرين الموضوع والله إذا هو ما فيش مشكلة طب وليه بتخطبه رسمي من دلوقت؟ لما لسه أربع سنين قدام البنت على ما تقدر تتجاوز لما تم 18 سنة إيه الضرورة أن أنا أروح لإجراء رسمي من الآن؟ كل شكر لك من القاهرة دكتورة سامر يوسف سعفان مديرة الائتلاف المصري لحقوق الطفل